يمكن احنا عارفين انه يعني قال البيت عمتا بمحبيهم مش بس من مصر يعني مش اقول لحضرتك انه بيجوهم بس من محافظات مختلفة لا ده ممكن من العالم كله بيزوروا قد ايه ده مهم التطوير ده مهم الانعاش يمكن السياحة الدينية مش بس الداخلية لأو كمان الخارجية طبعا يمكن هو في بعد زي بحضرتك تفضلتي في بعد تطوير السياحة المصرية والسياحة الداخلية والخارجية يمكن كمان الان بيتم في مصار مزارات يعني بناء على تعليمات سيادة الرئيس في مصار بيبقى لمزارات الالبيت بيتم تطويره الان على قدم وساق لان ده بيبقى بيب وعد سياحي داخلي وسياحة خارجية وقد ايه احنا بنشوف مثلا في مسجد مولانا الامام الحسين قد ايه كان في صلاة الترويح السنة دي كان عدد كبير جدا من دول العالم كان بيحب يصلي معنا وفي مسجد السنة نفيسة من امس بدأ الناس كتير جدا من خارج جمهورية مصر العربية بدأت تتوافد على الزيارة لان فيه علاقة قوية جدا وهم عارفين قد ايه ان الدولة المصرية بتهتم بمساجد التاريخية ومساجد الالبيت خاصة